اشتركوا في القناة ما يقرب من سبعمائة الف طالب وطالبة في مختلف الولايات والمدن الجزائرية في انتظار قيام وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإفراج عن نتائج شهادة البكالورية دولة ديواني الفان واثنان وعشر حيث يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد الرسمي والنهائي للإعلان عن نتائج الباك الفان واثنان وعشر وأصبحت نتائج البكالورية في الوقت الراهنها الشغل الشاغل الذي يشغل بلجميع الجزائريين في كافة الولايات الجزائرية وهناك حالة كبيرة من القلق تسيطر على جميع الطلاب في الوقت الراهن بسبب تأخر إعلان نتائج الباك الفان واثنان وعشر دورة ديواني موقع وزارة التربية الوطنية الجزائر الفان واثنان وعشر وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة التربية الوطنية كان من المفترض أن يتم الإفراج عن نتائج البكالورية يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 جوليه ولكن حتى الآن لم يتم الإفراج عن النتائج وهذا ما يثير حيرة الكثير من الطلاب وأوليا الأمور من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية الوطنية عن المؤشرات الأولية تؤكد أن نسبة النجاح هذا العام في شهادة البكالورية بلغت 2.5% حيث بلغت نسبة النجاح لشعبة الرياضيات وشعبة العلوم 2.5% بينما شعبة آداب وفلسفة 46% بينما آداب ولغات أجنبية 47% الاستعلام عن نتائج البكالورية 2022 دورة جوان من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن نتائج البكالورية دورة ديوان 2022 خلال الساعات القليلة القادمة وسوف يتيح موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات خدمة الاستعلام عن النتائج منه هنا برقم التسجيل الخاص بالطالبي أو الطالبة فقط لا غيره طالبة جوان ترجمة نانسي قنقر